حللني يا بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين ربنا يسوع المسيح النهاردة بيقول بوضوح إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له الحياة الأبدية طريق الحياة الأبدية إذن محدد وواضح ما هوش خامض والطريق إليه اللي يسمع كلامي يؤمن اللي آمن يعني إيه يسمع؟ طبعاً يسمع مفهومة إن أنا مش مجرد أسمع ومشي لكن أسمع يعني أخذ كلام الله وطوعه وعيش به إيبه هو ده معناها السماع يعني السماع معناها القبول والطاعة والعمل بكلام الله وده معناها إن أنا عملياً عايز أكون مع ربنا أصلاحنا ممكن يكون لنا مظهر التقوى ولهنا صورتها ولكن ننكرها في داخلنا يعني بنيجي كنيسة وبنعود ونسمع ونروح وبعدين تصرفاتنا تبقى لا تتفق مع بنويتنا لربنا بمعنى إن إحنا ممكن يبقى نغضب ونخبط وقلبنا يشيل كل ده لا يتفق مع سماع كلام الله الإنسان اللي بيسمع كلام ربنا أكيد بيحب ربنا واللي بيحب ربنا أكيد يحب كل الناس كل الناس الحلوين لا طبعا حلوين والوحشين يحب الكل لأنه هيبقى زي الشبس التي تشرق على الأبرار والأشرار طبيعة الإنسان يبقى طبيعته محبة حلوة وده هو الذي يؤكد أنه يؤمن بالله ليقامن بربنا يعني يبقى ربنا قدام عينيه طول الوقت يعني باطس عليه ويخاف الله يعمل حساب ربنا ما يزعلش ربنا ويعرف الخطيئة أجريتها موت ويبقى واخد باله ولو سقط يتوب سريعا يرجع بسرعة لربنا لأنه عارف كلام ربنا فمن يحيا بكلام الله لأنه يؤمن به أكيد له الحياة الأبدية الله يعطينا نعمة أن نحن نكون سامعين عاملين بكلام الله مؤمنين إيمان حقيقي عملي لأن الإيمان العملي هو الإيمان الحقيقي أما الشياطين يؤمنون ويقشع الروم ولكن الشياطين مش عايزين يعملوا حق وإذا أنا كان عندي إيمان نظري ومش عايز يعيش بكلام الله أنا شبهت الشياطين أو مشيت بالسكة وراهم أما أولاد ربنا لأ يأخذوا كلام الله كل يوم ويعيشوا به وعشان كده هم متبيزين في محبتهم لله ومحبتهم لكل أحد ربنا يدينا نعمة أيام الأيام والخمسين الحلوة دي نكون عايشين مع ربنا أكتر نهتم من قرب من ربنا أكتر ونهتم من قرب من كل اللي حوالينا بالحب فساعتها يبقى إحنا عايشين إيمان عملي حي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن ويا الأبد أمين